عشقت عيني حروف المصحفي وفؤادي ذاق شهد الأحرفي فؤادي هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فكنا في المجلس الأخير تطرغنا إلى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وشرحنا هذا الحديث وبينا فضلة الإكثار من تلاوة القرآن بل إن القرآن ما سمي بهذا الاسم إلا للدلالة على أنه يطلب الإكثار من تلاوته لا مجرد تلاوته ولازم نريد أن نقف مع هذا الحديث عند نقطتين اثنتين فحسب أما النقطة الأولى فهي مهمة جدا حيث إنها تزيل اللبسة عن كثير من الناس ذلك لنعلم أن التلاوة تلاوة القرآن نوعان قراءة تأملية وقراءة يومية فرجها الانتباه قراءة تأملية وهي التي يقصد بها التأمل والتدبر وفهم كلام الله عز وجل وقراءة يومية وهي التي من خلالها يجعل المسلم وردا يوميا لا يتركه بحال يقرأ فيه ما تيسر له من كلام الله عز وجل لا يبرحه ولا يتركه مهما كانت الأسباب لماذا نقسم القراءة والتلاوة هذين القسمين حتى لا نترك تلك من أجل هذه ولا نترك هذه من أجل تلك لأن بعض الناس ربما رأيتهم يتركون تلاوة القرآن لا يكثرون لماذا لأنه يشترط على نفسه أنه لا بد من التدبر وهناك قسم آخر لا حرصا على هذا الأجر العظيم كل حرف عشر حسنات إلى سبعمائة ضاف فتراه يسرع ويكثر من تلاوة القرآن على طريقة الإسراء فنريد أن نوجه رسالة إلى هؤلاء ورسالة إلى أولئك أما الحريص على الأجر الذي سمع هذا الحديث وعلم أن له في كل صفحة من كلام الله من كتاب الله كل صفحة ما يقارب خمسة ألاف حسنا إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فهذا الذي يريد أن يحرص على هذا الخير ربما جره ذلك إلى الإسراء في تلاوة القرآن يسرع يقرأه بسرعة فهذا نقول له الذي رغبك في الإكثار من تلاوة القرآن بيّن لك كيف تقرأ القرآن يشترط لتحصيل هذا الأجر اتباع السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتي جاء بها القرآن فقال عز وجل وهو يبين لنا كيف نقرأ القرآن الذي هو كلامه يبين لك كيف تقرأه فقال وردت للقرآن ترتيلا ومعنى ردت للقرآن ترتيلا أي اقرأه بتؤدة وطمأنينة يعني لا تسرع ولا تفرط في الإسراء لا تفرط في السرعة فهذا مذموم ومخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقول أم سلام والحديث في سنن الترمذي فنعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا الحمد لله رب العالمين هذه القراءة وفي الصحيحين سئل أنس بن مالك عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يمد قراءته ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم أي يمد كل كلمة بحال وابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيحين قد سأله رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة المفصل يعني من الحجورات إلى سورة الناس وقيل من قاف إلى سورة الناس في ركعة قال هذى كهذي الشعر أنت تقرأه مثل قراءة الشعر لأن العرب من عادتهم أن يقرأون الشعر بسرعة هذى كهذي الشعر إن قوما يقرأون كلام الله لا يجاوز حناجرهم أو تلاقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يعني بعض الناس يقولك يقرأ القرآن لكن لا يصل إلى قلبه لا يعمل عمله ولكن إن وقع في القلب فرسخ نفع يبقى تقرأ بالعقل حتى يرسخ في القلب القرآن بذاته عندما تقرأه ويقع في القلب فإنه يرسخ بذلك ينفع لذلك النووي رحمه الله يذكر قال واتفقوا يقصد العلماء واتفقوا على كراهة الإفراط في السرعة في قراءة القرآن الإفراط يعني السرعة مبالغ بها وقراءة جزء بترتيل خير من قراءة جزءين بغير ترتيل يعني تقرأ حزب أو حزبين بترتيل خير من أن تقرأ أربعة أحزاب من غير ترتيل إذن أيها المسلم صحيح أن لك بكل حرف حسنة وعشر حسنة إلى سبعمائة ضعف لكن اقرأه بتوسط لا تبالغ في السرعة ولا تبالغ في البط اقرأه قراءة عادية هذا كلام الرحمن سبحانه وتعالى هذه رسالة إلى من يحرص على الآجر فيسرع رسالة إلى من يترك قراءة القرآن لا يكثر من تلاوت قراءة القرآن ونحن مأمورون بإكثار من تلاوته ولكن لماذا يتركه قال لك لأني أتدبر أريد أن أتدبر قلوا لا السلف كانوا يقرأون القرآن ويختمونه كل جمعة في الأسبوع مرة ويستبعد أن يكونوا فهموه وتدبروه تلك الأيام ولكنهم يفهمونه مع مرور الأيام مع مرور الأيام يفهمونه مازال الأيام فأنت ماذا تفعل تقرأ القرآن الكريم وتجعل وقتا كل يوم تجعله ربع ساعة نفس ساعة تتأمل القرآن الكريم تفهم تقرأ كتاب في التفسير لكن لا تترك تلاوت القرآن فأجر عظيم جدا كل حرف وعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف من هذا الذي سينال مثل هذا الأجر إلا التالي لكتاب الله واجعل وقتا قلنا قراءة لقراءة تأملية لقراءة القرآن الكريم وتتأمله ولا يقول أن أحد العبرة بالتضبر والحفظ لا القرآن بحد ذاته مؤثر فيه باركة واسألوا من يكثرون من قراءة القرآن يقسمون بالله أن الله تعالى بارك لهم في أوقاتهم وأرزاقهم وأولادهم لأن القرآن مبارك فأكثر من تلاوته على النحو الذي ذكرناه أحد المسنين جاء إليه حفيده رآه يقرأ القرآن كثيرا قالوا يا جدي لماذا تقرأ القرآن كثيرا وأنت لا تحفظه ولا تتدبره فقال يا ابني تعال فأخذه معه إلى شاطئ البحر وجاء بدلو كان هذا الجد عمله في الفحم يعني يصنع الفحم ويطحانه ويصلحه قال جيب ذلك الدلو طبعا الدلو هذا مثقوب من تحت فمثل الغربال فقال هات ذلك الدلو وضعه في الماء فصار ذلك الطفل يمسك الدلو ويملأه بالماء ثم يسيل ذلك الماء كله قالوا زد فعل ذلك مرارا حتى صار ذلك الدلو نقيا يعني كان مملوءا بآثار الفحم أسود فصار نقيا جدا فقال ما قولك صحيح إن هذا الدلو لم يمسك الماء لكنه صفى ونقي وطهر كذلك أنا لا أمسك القرآن لا أحفظه لا أتدبره لكن مجرد قراءته تنق النفس وتهذب القلب هذا إنسان يكثر من ثلاث قرآن وفي الوقت نفسه يجعل وقتا أربع ساعة قلت في اليوم أو نصف ساعة يقرأ كتابا في التفسير ميسر حتى يفهم المعنى الإجمالي للآيات يكون بهذا قد عمل بالحكمة من إنزال القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته هذه الحكمة مرة صفية رضي الله تعالى عنها سمعت رجالا في المسجد يقرؤون القرآن ومروا بآيتي إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فسجدوا فقالت هذا السجود فأين البكاء تريد منهم أنه لا بد من الوقوف أمام العمل بكلام الله عز وجل وهتلك كانت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآيتي رحمة سأل الله تعالى من فضله إذا مر بآيتي عذاب استجار بالله تعالى من عذابه استعاذ بالله من عذابه إذا مر بآيتي تسبيح سبح الله سبحانه وتعالى هذه قراءة التأمل والتذبر وهنا قراءة التلاوة اليومية التي يريد المسلم من ورائها تحصيل الأجر مر في سنن التلميذي خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن فلما انتهى منها قال إني قرأتها على إخوانكم الجن فكانوا أحسن مردودا منكم يعني استجابوا وتعاملوا مع القرآن أفضل منكم ما كنت أمر بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ما بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ما بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد هذا هو التعامل مع القرآن الكريم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سنته العامة أنه كان يقرأ القرآن قراءة أملية وهذا لا يمنع من أقرأ القرآن تلاوة يومية التي أبتغي من ورائها تحصيل الأجر المسلم إذن إذا علم هذين النوعين أن التلاوة نوعان قراءة أملية هذه جعلها وقتا خاصا قراءة يومية أن تختم القرآن في الشهر مرة أقل شيء في الشهر مرة كل يوم تقرأ جزء أي حزبين يمر عليك الشهر فتختم القرآن فعندئذ يظهر أثر قرآن الكريم على النفس وعلى الجوارح وعلى البصيرة ونحو ذلك فينتفع به المسلم انتفاعا كاملا ولا يثبطنك الشيطان ويوحي إليك أنه لابد من التدبر نقول نعم لابد من التدبر لكن أجعل له وقتا خاصا ولا أترك القراءة اليومية التي رغبنا فيها رب البري سبحانه وتعالى ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة وسبحانا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة